السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني الكرام اليوم عنا تجربة لكاشف المعادن المذهل اللي هو الكاشف الكافي طبعا الكاشف الكافي زي ما بتعرفوا دائرته بسيطة سهلة الحقيقة يتمتع مواصفات او الاشي خلينا احكي عن الدائرة طبعا دائرة اذا بدكم شوفوها رح احطوكم رابط الواتس ورح اعمل عنها فيديو نضع وشرح ان شاء الله بس هذا الفيديو العملي للدائرة الدائرة تمتعوا اشي قطع متوفرة سهلة بسيطة اي حد ممكن يصنعها حتى لو ما كان متخصص في الالكترونية العمق جميل جدا يصل الى وصل معي على الملف الكبير الى بترين 30 سانتي الوصل مع بعض الجملاء بهذا المجال في قنوات اخرى الى 3 امتا هذا الملف اللي قدامنا قطره 30 سانتي ايضا يعني مفعوله جيد جدا خلينا نعاير الجهاز الان ونشغله طبعا للتعريف هذا الملف قطر 30 سانتي عنا مكثف متغير يوضع بين سلكي الملف الكبير عنا المرسل مرسلين هون بالدائرة ترانزيسترين يعني كل ترانزيستر يوضع عليه ملف الملف الكبير هون وهذا الملف الصغير بعدها هون طبعا ترانزيسترين وعنا بعدها الترانزيستر المازج ومن ثم العمليات الامبلفير التكبير اه بلاش نضيع وقتكم يعني خلينا نشوف الجهاز الان شايفين الجهاز ان شاء الله الصوت يكون واضح طبعا يعني انا اصور بايدي طيب هذا الجهاز اخواني الكرام مميزاته قبل لا اجل لا اعمل التجربة قطع متوفرة عمق ممتاز ويميز بين المعدن طبعا حتى بينلكم خاصية التمييز لازم يكون الصوت شوي طالع شايفين هنا الصوت طيب انا الان شوفوا الصوت سكت شوفوا الضوء على اللد اختراب القصدير للملف يذهب بس اختراب القصدير يظهر الصوت الان اه بعضت القصدير الان عمدي اه زي ما تشايفين لفة خريس حديد شوفوا شو بدو يصير زاد الصوت قبل شوي ايش على القصدير يختلف اذا يميز بين المعدن خليني اعمل التجربة على نفس لفة القصدير مثلا هنا بزيد الصوت خليني اعايره الآن عشان افرجيكو كيف نعزل الحديد طبعا انا بدي اخلى الصوت واضح شوي هتفرجيكو شو يصير لما نقرب لفة الحديد سكن قبل شوي كان ايش يصير صوت لما نقرب الحديد الآن يسكن فهذا حساس انه موضوع التمهيز اذا هو حساس الآن للمعادن الثمينة خلينا نشوف هذا الغطى اللي هو الغطى الصينية يعني تقريبا مقدار قطرها او الغطى هذا مقدار قطره 35 سنتين العمق تقريبا على هذا الغطى 65 إلى 60 سنتي وهذا عمق جيد بهذا الملعق ما بعرف انا كنت ودي انه بيكون التصوير اوضح للعمق هو العمق بصراحة كويس وكتير كويس الليد هون يتم ربطه بين سلكين السماعة يعني سلكين متوجهات للسماعة يتم ربط ليد بينهم حتى تظهر الاشارة بشكل واضح معايرة الملف الصغير يوجد فيديو خاص اسمه تفاصيل صنع الملف الصغير في القناة الثانية في قناة اصنع او كيف تصنع هوتوميك واليبحث عنه بلاقيه على الطول يعني باليوتيوب ان شاء الله تكونوا استمتعتم بهذا الفيديو اخواني الكرام ان شاء الله نطل عليكم دائم بفيديوهات مفيدة لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته